أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن تدريب الشباب على التقنيات وتكنولوجيا المعلومات يسهم في تأهيلهم لسوق العمل وخلال مؤتمر صحفي على هامش جولته بمحافظة أسوان أضاف مدبولي أنه استمع إلى تجارب ناجحة لشباب تمكنوا من العمل مع شركات عالمية بعد تأهيلهم وتدريبهم عمليا شيء يفرح جدا لأننا بنتفرج على إزاي الشباب المصري لما بيتدرب وبيؤهل على وظائف الجديدة في قطاعات لتصالات وتكنولوجيا المعلومات بيبدأ أن الحياة بيحصل له طفرة كبيرة جدا فيما يخص الحصول على وظائف شديدة التمايز في شركات عالمية وبيبدأ الحياة بتبقى يعني العائد المادي للشاب المصري من هذه الوظائف بيبقى الحياة عائد مرتفع جدا جدا بالمقارنة بالوظائف التقليدية والحياة الشيء اللي أنا كنت حريص جدا أن أنا يعني أقف كتير مع الشباب واستمع لتجاربهم المهم هنا أن الشباب ده بيبقى ممكن خريج في الجامعة من تخصصات ما لهاش علاقة بهذا القطاع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعني أنا قابلنا الحياة شباب من خريجي كليات تربية اللغة العربية في جامعة الأزهر تجارة هندسة يعني مجموعة تانية مختلفة خالص عن هذا التخصص ولكن الشباب ودي يمكن الميزة المهمة واللي أنا دايما بشجع الشباب المصري أن هو يفكر فيها هم بيشوفوا فين فرص العمل المتاحة وبنان عليها وممكن بياخد قرار أنه بيغير بعد ما بيتخرج بيغير التخصص بتاعه